ها 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 الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى لسيام النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأعظام المستقبلين الشرفة وبعد إخوتي الكرام ما أعز السدق ما أنظر السدق وعلينا أن نعلم أن الله جل فعلا لا يقبل منا إلا أن نكون صادقين قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أصدق لا يصدقك وأعظم صدق القلوب صدق القلوب كما قلنا قلوب صدقت تطيبت فأثمرت ومن ذلك صدق النواية في نصرة الدين يلعى الله نصرة الدين على إيديك من أراد الله أراد الله له ما يريد ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد ومن أقبل على الله تلقاه من بعيد سبحانه جل جل في علاه قلنا بأن صدق النواية ظهرت وتجلت عندما حدثت المناظرة بين أبو بكر وبين عمر ولكن هذا قلب علينا المواجع كما يقولون فننظر في واقعنا الآن هل كنا من سنوات قريبة كنا ننصر الدين كنا نريد نصرة الدين تعالى إلى وقت زمننا هنا يعني لأن الله تعالى لا يخلف وعده ولأن الله لا يتخلف محوظه بحال من الأحوال ومن أوفى بعهده من الله والله جل في علاه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وفى وأوفى فإنه قال وصدق أن من أراد نصر الدين جعل الله نصر الدين على يديه ووعد أن من اجتهد لينصر الدين نصر الله به الدين ولا يتخلف وعده الله جل في علاه والله صادق فيما يقول ونحن صدق بذلك فإن ولدنا أنفسنا من بعد السنوات ونحن في الحديد والأمم كلها علينا وتصلت علينا كل من هب ومن دب أو تصلت علينا من يحب الدين أو يكره الدين أو يعاد الدين هذه لابد أن نراجع أنفسنا هل كنا نريد نصرة الدين أم لا يعني أنا أتكلم على أشياء بسيطة الآن يسيرة حدثت معي رجل تكلم في بعض الأمور العقضية أخطأ فيها خطأا بالغا بالغا ورب العزة بارغا يعني هم لا يفقهون لا يتوقعون المسألة تصل إلى ذلك لما يسوي رجل بين الاستلاء والاستلاء وصف نقص لله بأن يفعلها إذن الأمر جلل لا يلتزم باللازم فنخطئه أو نجهله في هذه المسألة ترى المتعصبين لو تعصبا أعمى يأتون يسبون وينتقصون من قدر العالم ويتكلمون فيما تكلم يا ابن الحلال هذا الكلام كلام دين كلام دين النبي كان له أن يقول عن ابن عمه وخطر ابن علي بن أبي طالب أعلم الأمة بكل العلوم قال أخضاهم قال عن معاذ أعلم ناس بالحال والحرام غير ذلك أعلم منهم فابن عباس ترجمان القرآن ابن مسعود أعلم منه في أمور لا يعلمها ابن عباس رجل الله أن أرضاه ولم يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغير وكان صغير السن فالحاصل في هذا الباب التفاوت التفاوت في أبواب العلم سهل جدا أن نقول بأنه يعلم كذا ويجهل كذا وكل إنسان كذلك أنا أضرب مثلا على أن المتعصبين جاءوا بحرب هوجاء فقط نصر شخص ليست نصر الدين لو كانت نصر الدين لنصران الله رب العالمين فالمسألة دائرة على نصر الأشخاص عندما نحب المرء نرفعه إلى المعالي عندما نبدو المرء نضعه في الحديد والمسألة دائرة على التواف والتحذب والتشرزم الذي فرق الأمة ثم التصرع في الأحكام ثم بعد ذلك العداوة والتدابر والتناحر وهذا فساد ذات البين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين ولو صحت النواية وصدقت القلوب لالتأمنا جميعا والتفافنا حول راية واحدة ونصران الله جل فيه عليه لأن الله عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَلَّا تُصَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ ما قبلها على الإطلاق لكن قيد بوصف مقيد قال الله جل في علام حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض والمعنى لا أصلتن عليهم عدوا من غيرهم فاستبيح بيضتهم فنصرة الدين تأتي بصدق النية لنصرة الدين صدق النواية تأتي وتزيل الجبال وتنصر الدين وأيضا تجر المرء إلى الشهادة كان عمر المخطاب من أصدق الناس طلبا للشهادة ولذلك النبي قال أذب تحض فإن عليك نبي وصديق وشهيد وكان عمر وعصمان وكان عمر وعصمان ولذلك كان عمر المخطاب وهو يتنافس مع أبي بكر على الصدقية الصدقية لأبي بكر ما حد ينزعه فيه فعلم أن المرتبة التي تليها مرتبة الشهادة لذلك رازقه الله الشهادة وينتوي الشهادة بأن قتله هذا الرفضي الخبيث أبو لؤلؤ المديوسي نصرة الدين صدق النواية في نصرة الدين لنا من ذلك أمثلة كثيرة خالد بن وليد أعلنها صراحة بأنه ما يريد إلا دين الله فاختبر الله في أعز ما يكون يعني الفتوحات على يد خالد بن وليد التقدم على يد خالد بن وليد إنقاذ الجيوش على يد خالد بن وليد والنبي صلى الله عليه وسلم يندع خالد بن وليد ويقول استلم الرايا سيف ومسيوف الله سله الله على عداء الله ثم يأتي بعد ذلك عمر ويعزله وعزل التم ويقلد الأمر إلى أبي عبيدة بن جراح وبعدنا الجراح بعد ما أخبر خالد خالد قام فخطف الناس وتكلم عن أبي بكر وأثنى عليه خيرا وتكلم عن أبي بكر وأثنى عليه خيرا وقال إن كان بكر أحب إليه من عمر لكنه يسمع ويطيع لأمير المؤنين عزله فصار جديا كأحد الجنود نصرة لدين الله لأن نيته أصارة مسبقة أن ينصر دين الله لدى فعلها إن كان في المقدمة كان في المقدمة إن كان في الساقة كان في الساقة وأعجب من ذلك أبو عبيدة عندما جاءته الإمارة وعزل خالد ما فعل ذلك إلى بعد ما انتهت المعركة وما أذاع بذلك ولا أشاعه بين الناس بحال من أحوال إلا بعد ما انتهت المعركة لأنه ما ينتوي إلى نصر الدين هو ما ينتوي يكون هو الرئيس هو القائد هو الأمير لا هو ينتوي أن تبقى الرأي خفاقة عليها وأن ينصر دين الله جل في علا ولو نظرنا إلى القعقاء ابن عمر وماذا فعل القعقاء ابن عمر مع أنه ليس أمير جيش لكنه الذي أنقذ خالدا والذي عضد خالدا والذي فتح خنسرين مع خالد أيضا ابن الهليد ردنا عرضاه ولذلك جيش بأكمله يعدله القعقاء ابن عمر صوت ابن عمر بألف بألف قعقاء ابن عمر هذا عاش ليس أميرا ليس قائدا ولكن عاش لنصر الدين الله جل في علا ذلك جعل الله النصر على ذلك ولو انتقلنا ببعيد أو بنظر قريب إلى أهل العلم نرى أنهم لما صدقوا النوايا في نصر الدين الله لفعلها نصرهم بل دع صيتهم فهذا أحمد صدق النية في السبات على العقيدة الصحيحة وكان يقول له الأمير يا أحمد يا أحمد افتح لي بابا افتح لي بابا يعني لا تحرج علي وعليك أنني أضيق عليك أخشى من ربي وأنت رجل صالح وعالم النبيل افتح لي بابا للتفريج يا أحمد يقول يا أمير المؤمنين لو أتهتني بكلام بكلام من كتاب الله أو بكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أو من جدك ابن عباس على الآن القرآن مخلوق وهو يقول القرآن كلام الله والأدلة بأسرها كلما نظر ابن أبي دعات ومن معه قسمهم وهم يعذبونه ويسلسلونه ويجردونه صدق النية في نصر الدين الله بالسبات على الاعتقاد ماذا حدث؟ حدث أن الله أذاع خيره بين الأولين والآخرين والآن الحنبلة كثر ولله الحمد والمن والمسند الذي صنفه هو إمام كما هو قال أعده يكون إماما لأهل السنة هذا أحمد بن حنبل صدق النية في نصر الدين الله جل في علاه وأيضا الإمام الشافعي في صدقه لنصر الدين الله جل في علاه كان يقول تمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا وقال ما جهدلت أحدا ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه هذه من درر ما رأيناه من ألمام الشافعي ولما صدق الله صدق النيته نشر الله وعلمه وصار إماما متبعا أيضا وجميع ولمأن من السلف كانوا صديق النية لكن لابد أن يقال بأنه تتفاوت تتفاوت صدق النية مراتب وهذا ما لقى أيضا في صدق نية نصرة صنة الله كانت لقى الهيبة في قلوب الناس ولما صنف الموطأ لله بصدق نية نصرة دين الله إلا فعلها وكان هناك موطأات أكبر من هذا الموطأ الله كتب له القبول أبو حنيفة في نفس الأمر وإن كان يقدم النظر خشية التلاعب بالأسانيد لأنه كان على تخوم فارس تعلمونا والرافض كانوا يجذبونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان الرجل صادقا في نشر الدين ونشر السنة ونشر السنة فأيضا ذا عصيته بين العلماء حتى حدا بابن ثمية أن يقول الأئمة الأربعة في الجنة طبعا يتأول رواية أحمد في قول للنبي صلى الله عليه وسلم واجبت واجبت أثنيته بخيرا فواجبت واجبت في هذا الباب لكن غير دي المقصود أن من صدق النية في نصر الدين لا سيصدق الله أجل فعلا بل سيجعل نصر الدين على يديه بل سيجعل في نصر الدين على يديه ولذلك أن تطرى كثير من علمائنا الذين أنفقوا الغالي والنفيس لنصر الدين كابن المبارك وغير ابن المبارك نصر الله الدين على أيديهم وشرفهم بذلك قلوب طهرت تطيبت صدقت فأثمر اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وإلى حديث آخر في حلقة القادمة بإذن الله تعالى من القلوب الطيبة التي أثمرت نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا سبحانك الله ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغذرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله كل صفات الحمد كاملة هو المنزه عن نقص وإخلالي لله تشتاق أرواح متيمة لا أبعد الله هذا الشوق عن باني ترجمة نانسي قنقر